اختي ايما كيف تينا لبسا عليك مزيانة بخير وليلاتك مزيانين الله يرحم والدك والله إلا لغوزلان وغوزلان بحل القديم كانت تعملون وكانت حيث سباح الراحة وكانت واحد نعاس غزال ودك حوتاني هادك كريمة دي اللي أنا كان عملها في رجلي رطبت لي رجلي وحيدت لي دك مكاني تكون بين الصبيعات والله إلا غوزلان وغوزلان الله يرحم والدك والله إلا لعطيك الصحة وإن شاء الله كانت تنول جديد يا حاجة أخرين أو ثانية يجيبوهم الله رحم والدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا بدون مجاملة إلى النهار اللول كيف وصلني اليوم في الصباح إلا درت 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 الكرام اللول دي اللوجوه والله العظيم اللي حسيت بالبشرة ديالي حيد منها دي كنت نشوفي يا حيد تيالي كانت عندي مشكلات الأيام مش رديالي نشف بزاف وصافي ما خليت ما كان دير وصافي كان دير ذاك زيت أرقان دير مرة زيت اللوز على بال ما كانت سنزع ما يوصلوني لك خير الحمد لله والله العظيم إلى نهار اللول بدون مجاملة راه الحمد لله شكرا شكرا ضاحفتكم الله يجازكم بخير وتنتمنى وتوفق إن شاء الله الدكتورة إيمان والله يفقكم شكرا نشارك معك تجربتي نتبرتاجيها الحمد لله أنا كنت من الأوائل من المحدودات أنني توصلت بالبخودويات ديالك ويعني اليوم أجيت باش نشهد شهادة حق ونهضر بكل أمانة بكل أمانة على اللي بخودويات ديالك صراحة يعجز لساني كيفاش غنشكر لي بخودويات ديالك والله كلمة شكر قليلة بزاف 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 في حقك الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله عندنا دا كاترة يعني كيخدموا بضامير بصدق بأمانة كيوصلوا لنا المعلومة يعني مفيدة ما كيبخلوش علينا بزاف الحاجة ومن عندك تعلمنا بزاف الحاجة تعلمنا كيفاش نختارو اللي بخودويات ديالك كيفاش نجنبو اللي بخودويات دارة المهم بايت نقول لك بالنسبة لتجربة ديالي أنا عندي اليوم عشريين ديجور باش خديت الباك انتياج وستعملته صراحة ولي الامانة بالنسبة للكرين ديال كونتور زيو لاحظت وحد الفرق عجيب ممكن إلا نقول الفرق عجيب كنت كان عاني شوية من الهالات ثوداء الحمد لله لحت وحد الفرق واضح واضح خصوصا في الزاوية الداخلية ديال العين كان عندي أنا وحد السميرار يعني صراحة ما كانش كيعجبني في النظرة وفي الشوفة كي يعطي كي بل يزعمه و جهرهم ضلم ولكن الحمد لله وحد الفرق شاسع يعني استعملته فقط لمدة عشرين بدي سكن نلاحظ نتائج ملموسة زائد أنه يعني حتى يجب أن تشرب الكريم كريم تنوي و الكريم جور نهضر على التكسير ديالهم زوينة دقيقة تأبليكة في الوجهة دقيقة تشرب لابو ديالك الكريم ما كتحسيش بيها كيفاش نقوله حنايا مزعلك تقبلوا مني هاد مزعلك زعما ما كتحسيش بيتسقيل على لابو ديالك مزعلك المهم كتحسي بوحد النظارة واحد لابومين واحد ليكلة في وجهك المهم طبته بالنسبة السوان ديال الليل خامد نوي حتى هو أنا كنت كان عاني منها ذاك الرقم واحد بين الحاجة حيث أنا من نوعلي كيبقى يهضر بالملامح دياله المهم المهم لاحظت واحد تغيير خصوصا صباح فشكا فيق تماما تكون مخصى في هاداك الخط يعني ما تيبقاش خصيصان نهضر هكا وندير ذوك الملامح التعبيري وكذا عاد كيب ديبان المهم نلاعطك صحة وشكرا شكرا بالزاف على هاد المجموعة ونتمنى لك مسيرة موفقة ان شاء الله وان شاء الله تعطينا برودوية واحدين اخرين وأنا متأكدة متأكدة أن لماك ديالك ان شاء الله غتوصل العالمية وعلى شلال لأنك تتحبي المهنة ديالك تتحبي كل ما تقدمي مني كتعطيه بواحد طاقة إيجابية وبزاف الحاجات الحاجات ده برا كتتخني الكلمات ديالي ما تلقاش الكلمة اللي تليق بمقامكم وكيفاش نعني نوصل لك شنو كنحسوا الفكرة ديالي المهم غتكوني أكيد فهمتيني وحسيتي شنو بايت نقول ليك الله يستر أمرك في هاد اليوم مبارك الله يبعد منك شر الخلق والحساد يا ربي يعطيك منوية في خاطرك كيف ما يعني فرحتينا بهدلك خامو يعني وكنشوفوا نتائج ملموسة في حد الضرف واجيز يعني أنا صراحة ما عشر يام عشر يام ده ببديس كنشوف نتائج اللي باغية أنا في أقل من ثلاثة أسابيع كيف ما قلتي هدرا إنجاز عادين بالنسبة لنا كاملين وانتي أكيد مفخرة لنا إحنا يعني مغاربة ومفخرة لنا كاملين 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 وشكرا شكرا وألف شكرا